اشتركوا في القناة فلكيا ايش سببها بعد ما الكل بعبع بعد ما الكل حكى بعد ما الكل طلع اللي عنده وكلها خبصت بالكلام فاليوم رح اشرح لكم اياها بطريقة مبسطة سهلة واقعية منطقية تفهموها وبرضو رح تحكي عن الفترة القادمة وايش المنتظر من هذا الاشي عشان شوي اليوم بدي اتجار بتحليل سياسي لاول مرة ومش لانه هذا لانه انا في بلد البلد هاي بتحتم علي اني انا ما حكيش بامور سياسية وخصوصا دولية ولكن هذا تحليل فعشان هيك بدي تستفيدوا من مسألة التحليل هاي فبتكوا تركزوا بالمقدمة وخصوصا لانه ما فيش غير زاوية واحدة اليوم بتطلب منكوا التركيز عشان تفهموا كيف الفلك بعمل او كيف بتصير تحليلات الفلكية ما الها علاقة بكل الخزعبلات والكلام الفاضي اللي طلع بالفترة الماضية طبعا اليوم توقعاتنا هي ليوم الخميس 13-8 القمر ما زال موجود في الجوزاء استقر في منزلة الهنعة وهي للمحبة والخير والقبول بتأثير القمر لما بكون في هذا البرج يعني في برج الجوزاء تحديدا انه في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا الان رح نحكي عن الزاوية اللي احنا حكينا عنها هاي الزاوية انا ذكرتها من فترة طويلة يعني من تقريبا اسبوعين في بداية التوقعات العام انا ذكرتها يعني حكيتها بترجعوا على توقعات 2020 التوقعات العامة انا شرحتها ولكن ما حدد الدول فيها والسبب انه انا ما بقدر احدد الدول لأسباب انه انا في بلد شوي في بعض التحفظات علي انا تحديدا في امور الشرح هاي لانه شوي لما بشرح بشرح اشياء بتكون دقيقة وبتكون خطرة وبتسبب نوع من انواع القلق وبرضو انا ما بحب اني انا اخصص على اساس انه يعني شوي اخلي المجال علمي واكاديمي اكثر وفي نفس اللحظة ما بدي اضطرق للمواضيع السياسية طبعا الزاوية اللي رح تتشكل هي اليوم زاوية التربيع السلبية اللي احنا حذرنا منها هي بين المريخ وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 7 و13 دقيقة صباحا يعني بمعنى اخر انه هاي فوق الوطن العربي تحديدا لانه هاي اوجها فاكثر البؤر الساخنة اللي رح تكون حادة بالفترة الماضية والقادمة لانه هاي الزاوية ما رح تنتهي باسبوع وبعشرة ايام هاي استمراريتها رح تكون لغاية شهر 12 او لغاية شهر 11 تحديدا فعشان هيك هادا الاشي اللي انا بدي احكيه هادا مستمر لمدة طويلة فبدكوا تركزوا عشان تعرفوا ايش السبب السبب انه اول اشي المريخ موجود في الحمل وبما انه موجود في الحمل ببرجه معناته هو بكامل طاقته اثنين بشكل زاوية التربيع مع الكواكب اللي موجودة في برج الجدي وبدأ اول زاوية الو معها في مع بلوتو وبلوتو معروف كوكب الو علاقة بالدمار الو علاقة بالتفجيرات الو علاقة بالعنف هو اللي بيقلب كل شيء من فوق لتحت عشان هيك في السنوات الماضية لما اورانوس كان موجود في الحمل وشكل زاوية مع بلوتو صارت الربيع العربي ماشي الان مش اورانوس الموجود تبع المفاجآت والانقلابات السياسية او الثورات الموجود المريخ لهو الي اشي الو علاقة بالتفجيرات الو علاقة بالدمار الو علاقة بالحرب الو علاقة بالجيوش والحمل نفسه هو الو علاقة بالقيادات والو علاقة بالجيوش والو علاقة بالقرارات بلوتو بعمل عملية انه هو زي اللي بيستقصل تضطر انت يعني انا كطبيب بضطر اني انا افتح جرح مثلا استقصل ورم بأذيك انا في فتحة الجرح وبأذيك بالعملية هاي ولكن في النهاية انه في اشياء ايجابية رح تجيك من وراه هذا الشيء في نتائج ايجابية ولكن اذا التعبت بالسياسة فيش اشياء ايجابية ماشي طيب الان منيجي احنا منقول طيب هاي الزاوية شو بتعمل هاي الزاوية عمرها ما تشكلت لا زاوية تربيع ولا زاوية اقتران ولا زاوية مقابلة ما بين هاي الكواكب على مر كل السنوات الا كان بالدل على مشاحنات وعنف وحرب او غزوة او تفجيرات او اشياء لها علاقة بالحرائق اجمالا على حسب الزاوية كل ما زادت الزاوية بحدتها اكثر كل ما كان النتائج بتكون اكبر طيب هاي الزاوية اجمالا عشان نشرح اول اشياء عن الزاوية بعدين ندخل على موضوع لبنان بتدل هاي الفترة انها بتشهد نوع من انواع الاضطرابات على مستوى العمل بتعمل اعمال شغب حوادث عنف هذا الحكي انا حكيته في توقعات الاسبوعية وللعلم انا توقعات الاسبوعية بسجلها يوم السبت ويوم الاحد يعني قبل باسبوع من بثها لانه ما بعرف الظرف فبحاول اسجلها مباشرة يعني قبل باسبوع هاي بتدل انه هاي الفترة برضو الها علاقة بمقتل احد القادي او كبار الشخصيات بظروف غامضة اه بتدل على محاولات الاغتيال ازدياد حوادث العنف الاغتصاب الفضائح الجنسية بتدل على حوادث انقلابات عسكرية او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية او تفجيرات او حرائق وكذلك بتدل على الحوادث الطبيعية مثل الزلازل وحرائق الغابات واشياء اللي علاقة بحوادث السر يابل هاي الزاوية يبقى كم يوم احنا حكينا انه كان فيه زاوية موجودة بين اورانوس اللي هو متاع المفاجآت مع الشمس اللي لها علاقة بالاشياء العنيفة في حال اول ما تكونت هاي الزاوية وكانت الزاوية هاي متصلة وبقمة وضعها الكامل وبرضو بلشت تتشكل زاوية التربيع هاي بلشت الاحداث تظهر على الساحة اللي هي الاحداث العنيفة والامور العنيفة طيب ليش لبنان عشان نيجي اول اشي نفهم دائما البلدان لها تاريخ ميلاد تاريخ ميلادها هو تاريخ تأسيسها هي تاريخ البلد نفسه وعيد استقلالها فلما تيجي على لبنان لبنان العقرب ماشي طيب هاي اجينا على العقرب اول اشي بنيجي منشوف بلوتو وين موجود عقرب قوس جدي اي الثالث بيت الاتصالات بيت المواصلات بيت كل إشي لديه علاقة بالتنقلات عشان انتوا تفهموا كيف بصير التحليل الفلكي بيت كل إشي لديه علاقة بالتنقلات يعني لديه علاقة بالسفن بالقطارات بالسيارات بالطيارات بالكمبيوترات بالأشياء هاي اتصالات ومواصلات مش انا بألف هسه انتو بترجعوا مع حتوطة عندي رابط لشرح البيوت اشي ودائما منحكي نفس الحكي هاي البيت الثالث هاي عرفنا اول اشي انه الاشي العلاقة بالمواصلات طيب نيجي بنرجع هسه بنا نشوف المريخ وين موجود طيب نيجي بنرجع من اول العقرب قوس جدي دلو حوت حمل البيت السادس وهذا البيت بدل عيش بيت العمل وبيت الصحة طيب مواصلات عمل صحة ايش اللي بيجمع هدولة الثلاث شغلات مع بعض وبالمقابل كان عنا احنا الاورانوس موجود في بيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية ايه طيب ومنيجي على الامور اللي اليها علاقة بالشمس وين موجود الشمس فمنيجي بنرجع من عد عقرب قوس جدي دلو حوت حمل تور جوزة سرطان أسد بيت السمعة بيت العمل بيت المؤسسات الداخلية بيت العلاقات بيت الشخصيات الكبيرة بيت وصلت المعلومة كيف بتحلل الأمر فلما تيجي أنت تحسب أنه عندك أنت بيت السمعة وبيت الشراكة وبيت الصحة كمان والعمل رجعنا كمان مرة على الصحة والعمل وبيت إشي إلو علاقة بالتنقلات وإلو علاقة بالمواصلات قيسها الآن نركب موضوع لبنان على الإشي اللي بصير وعلى أعمال الشغب والتآمر والفضائح اللي إحنا حكيناها هاي طبعا نفسها بتنحكى دايما عند كل زاوية بتتغيرش هي هي من آلاف السنين بتنحكى نفسها نفسها لما بصير هاي الزاوية فالموضوع لا إلو بكسوف ولا إلو بخسوف ولا إلو براهو ولا إلو مش عارف إيش وين راحت وين إجت وهذا نظر لمش عارف مين وهذا احترق ببئب صرف إيش كله هذا كلام فاضي الفلك ما إلو يجي يعني أنا كفلكي من بداية السنة لما بحط التوقعات ما شي أنا بعرف تاريخ بلدان الوطن العربي والعالم بس ما بقدر أنا آجي أقول لك يا عمي عشان الموضوع الفلاني وهذا لا هيك بتصير سياسية تخمينية تحليلية وبعدين باجي بقول لك آه شفت كيف أنا قلت شفت أنا كيف حكيت شفت أنا كيف وصلت يعني وفي ناس بترمي بالألغاز بالهواء هيك عشان تتصيد معلومات فعشان هيك بقول لكو أنا الأمر علمي ومبني على قواعد ما في واحد بستجري إنه يتلاعب فيها اللي بطلعوا بيحللوا هاي الأمور على إنه هاي الأمور هو توقعها وارجع لكل توقعاته اسمع كلامه بتلاقيه كله معلق بالهواء بتحللوا على أكثر من صورة ما إلها علاقة بالصورة الأساسية يعني عادي ممكن أنت تيجي تقول شايف حريقة دخنة في الأردن يا سلام بكرة بمر قطار جديد بقول لك آه هيصلحوا القطار هذا اللي حكى عنه سعيد ولد شلح بانطلونو حرقوا آه هاي هذا اللي حكى عنه سعيد سيارة ولعت هاي اللي حكى عنه سعيد آه تفجير هاي اللي حكى عنه سعيد آه دخن مصنع هاي اللي حكى عنه سعيد ولعبيت هاي اللي حكى عنه سعيد إسقاطات بتصير ترمي على عبارة واقفة فعشان هيك دائما اللي بده يحلل يا بتكون واضح وبتحدد بالكامل يا إما أعطي المعلومة الصحيحة اللي على أساسها المستمع اللي عندك هو لحاله يتعلم ويعرف كيف يحللها عشان ما نطيل أكثر في هاي المعلومة أعتقد أنه هيك وصلت الرسالة ووصلت المعلومة أنه الأمر مش بحاجة لها التعقيدات بكل هدوء أنت بتقدر تحلل لأي دولة ولا أي بلد على حسب ما أنا بحكي لك كل يوم كل يوم قاعد بحكي لك البيت الفلاني والبيت الفلاني والبيت الفلاني في توقعاتنا اليومية وبعيد لك ياها في التوقعات الأسبوعية وبعيد لك حركة الكواكب وسعودة ونحوصة الكواكب والزوايا اللي بتتشكل من الكواكب يعني بمعنى أنك أنت لحالك بتقدر تطلع بتوقعات مش بحاجة أنت لسعيد يجي يعطيك التوقعات أنت ابني بتعرف أنت من بلد أنا في الأردن عطيكم مثل أنا في الأردن الأردن هاي معروفة إنه برجها الجوزاء لما باجي بطلع أها الجوزاء طيب كيف الوضع تبعها بطلع أنا شو البيوت اللي موجودة عندي أنا في الجوزاء الحساسي آه عندي الشمس وعندي عطارد في البيت الثالث هذا المنتحس وهذا سوى أشياء تربيع طيب شو صار عنا إحنا إشي إلو علاقة في البيت الثالث البيت الثالث حكينا مواصلات واتصالات ماشي وبرضو إلو علاقة بالدراسة الأساسية اللي هي ما تحت الثانة ما تحت الجامعة طب إحنا صار عنا مظاهرات وإلو إشي إلو علاقة بالمعلمين ونسجل نقاء المدرسين وتشمعت نقابة المعلمين ومظاهرات هاي المعلمين دايما في الشوارع قاعدين بيعملوا مظاهرات يعني أنا ما جبت شي شي من دار أبوي يعني الزاوية هي بتحكيلي بيجي واحد بيقول لك لا هذا تنجيم وعلم الغيب يا أخي أنت لخم حمار تفهميش ولك هاي بتدل على أنه كل إشي إحنا بنعمله في حياتنا ربنا مبرمجه مهما الذاكينا ومهما تشاطرنا ومهما حاولنا إنا إحنا نجتهد ربنا بده ينفذ أمره غصبة عنا كلنا فهذا إشي مبرمج هذا بدل على عظمة الخالق وعلى قدرته وعلى قديش هو دقيق بشكل أنت مستحيل تستوعبه بشكل مستحيل أنك تفهمه هذا العلم بيخليك تعرف الله أكثر تعبد ربنا أكثر تخلي علاقتك في ربنا أكبر فعشان هيك كل شيء إلو شيء كل شيء وإلو شيء بدناش نرجع على المريخ ونقول لكم شو الأشياء الثاني بالأردن لأنه أنا اللي بالأردن فيعني إذا أخذوني أنتم مش رح تقدروا تسوولي أي شيء فخلينا هيك بكفي أعتقد أنه وصلت المعلومة خلينا نكمل توقعاتنا طبعا بما أنه القمر موجود بالجوزاء معناته خلوة المسار القادم رح يكون يوم 14-8 رح يكون في تمام الساعة 11-19 دقيقة ظهرا ورح يستمر فيها حتى تمام الساعة 11-35 دقيقة مساء بينتقل القمر بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر القمر من حسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 10-14 دقيقة مساء بيصبح 25 يوم نسبة الإضاءة 30% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22-8 المزاج سعيد القمر في الجوزاء حتى يوم 14-8 المزاج سعيد عطارد في الأسد حتى يوم 20-8 المزاج له سعيد وله منتحس فنحطه سعيد لأنه درجة السعادة تبعته بسيطة جدا لطلع من النحوس تبعته الزهرة في السرطان حتى يوم 6-9 مزاجه سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين بيبدأ عملية التراجع اللي هي المرحلة السلبية الثانية الأخرى منتحس بالنسبة عالية جدا المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج لأنه ببلش ينهي في زاوية الاتصال اللي بينه بين الشمس وبس عند التراجع بده يصير منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا أول شيء بنا نحكي عن البيت الأول القمر الآن انتقل للبيت الثالث ليلة بما أنه البيت الأول عندك المريخ وحكينا أنه اليوم أوجها في زاوية التربيع مع الكواكب اللي موجودة في برج الجدي فعشان هيكي بتكونوا حذرين من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعصبية والحدية مش طبعا كل الوقت رح يكون عصبية لأنه برضو المريخ بعمل زاوية التزديس مع القمر فعشان هيكي بتخف الحدية شوي يعني في بعضكو ممكن يتوتر أو يعصب أو ينفعل في بعض النقاط أو إنه ممكن إنه يتخذ قرارات تكون صعبة وصارمة وخاطئة بنفس الوقت لأنه رح يتخذها بطريقة متسرعة بدون دراسة يعني ردة فعل فعشان هيكي بتتطلب منك الاهتمام أكثر حافظ على عصبيتك حافظ على ردات فعلك اهتم بشخصيتك أكثر اليوم ممكن تحقق بعض الإنجازات الإيجابية اللي بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا منحكي عن أورانوس أورانوس رح يحدث بعض الأشياء المفاجئة على المستوى المالي إما تنكشف بعض المسائل المالية أو إنك تنحط بموقف مالي أو غرامات أو دفعات أو مصاريف أو مشتريات أو أشياء إلها علاقة بضياع الأموال انتبه من المشاريع الغير مدروسة وما تغامر بأموالك وما تجازف وابتعد عن المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا منحكي أنه القمر موجود فيه وبيدعمك برضو بوجوده بشكل قوي لأنه بيت حليف لا إلك فبتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات فاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن اتجنب الكلام اللاذع ممكن ترتاح من شيء معين ولكن ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال أهم إش أنك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق تتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب بعجبك أهم إشي أنك اليوم ما تبالغ بمصاريفة كمان مرة عدناها أما بالنسبة للبيت الرابع فالزهرة موجودة بتدعمك بشكل قوي على مستوى بيت البيت فعشان هيك بتقدر تعزز علاقتك مع أفراد العائلة أو لقاء عائلي أو حوار عائلي أو أشياء عائلية بتكون إيجابية يعني في أجواء عائلية أو مواضيع ممكن تهتم فيها إلها علاقة بالبيت ولكن ممكن تظهر بعض المسائل المحبطة أو المربكة أو المشاكل أو المصاريف أو أشياء إلها علاقة بالاتهامات على المستوى العائلي أو على المستوى الشخصي أو على مستوى بيتك أما بالنسبة للبيت الخامس فعنا عطارد موجود والشمس موجودة عطارد لسه ضعيف فمنوخذ الشمس أكثر بدعمك على المستوى العاطفي عاطفتك جياشي عندك قدرة للتنقلات والحوارات عندك رغبة للتقرب بالأحبة أو من الأحبة عندك يعني عواطفك جياشي الحظ بدعمك في بعض المسائل اليوم ممكن تتخذ بعض القرارات في منكو رح يكون له تعامل مباشر ما بينه وبين إما أحد الأولاد أبناؤه أو أحد الوالدين أو أحد الأحبة يا بتقدم أنت مساعدة لألهم يا هم بقدموا لك مساعدة وفي منكو رح يفكر بالخروج لنزهة أو تغيير جو أو نزوة أو ترفيه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي معنى بتتعاملوا على مستوى عملكم صحتكم بشكل روتيني ما في أي ضغوطات بتأثر على البيت السادس لا بالعمل ولا بالصحة إلا إذا نبتن فيه له بعض التأثيرات بس نوصله ومنحكي أما بالنسبة للبيت السابع فهو برضو بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بأمور الشراكة فبعزز من شراكتكم علاقتكم ما بينكو بين الزوج أو الزوجة أو شريك المال ممكن تفكر في مشروع معين أو تتحرك باتجاه إشيء العلاقة بتطوير وضع شراكة أو شراكة جديدة أو مشروع جديد أما بالنسبة للبيت الثامن فهونا منحكي عن الأموال المشتركة برضو ما فيه أي شيء موجود ما فيه كواكب موجودة في البيت الثامن فالأجواء منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية أو الروتينية بمعنى آخر اللي ممكن أن تتحل بعض المسائل المالية أو تهتم ببعض المستحقات المالية أو الدفعات المالية خلال هذا اليوم وفي منكو رح ينشط بأمور إلها علاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أو مستردات مالية لإلك أما بالنسبة للبيت التاسع برضو ما فيه أي كواكب موجودة فيه فمعناته اتصالاتك لبعيدة من نوخ التأثيرات البيت الثالث اتصالاتك جيدة حواراتك ممكن تتلقى اتصال من شخص خارج البلاد أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو التعليم أو المؤسسات التعليمية ممكن شوي تهتم بأوراق قانونية أو معاملات خلال هذا اليوم أو تحاول تنجز بعض الأوراق الرسمية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا رجعنا للجدي اللي هو عمل زاوية التربيع فعشان هيك هذا بيت السمعة فمن قولك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما ترتكب أخطاء ما ترتكب خلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الفترة هاي حادة تعمل خلافات ومشاكل على مستوى العمل أو مع المسؤولين عنك في مكان العمل وممكن تعمل خلاف ما بينك وبين أحد المعارف أو الشخصيات أو الأشخاص ذو المنصب والسلطة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فما في أي تأثيرات ولكن بيحمل نوع من أنواع الإيجابية اللي تواجده أو لزوايا اللي موجودة برضو مع القمر ومع برجك فعشان هيك اليوم ممكن تنشط بزيارة أو باتصالات أو بحوارات أو بتواصل ما بينك وبين الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو صديق يطلب منك مساعدة معينة أو معاونة معينة في مسألة معينة فتجد حليف لإلك أو داعم لإلك من أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا منحكي عن بيت المتاعب نبتن وفي بيت المتاعب وبيتراجع ومجرد من الحلوض معناته هنا بدك تنتبه عن مسألتين ما تخلي أعمالك تتراكم ما تهمل بأنجاز أعمالك حاول أنك تنتبه لغذاءك لصحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة ما تهمل الواجبات المطلوبة منك مهما كانت برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة بس مش هالخطر لكثير ولكن برضو بيحدث نوع من أنواع المشاكل أو الفروقات في منكو بدو ينتبه من بعض الأشخاص المخفيين أو المتخفيين وراء صداقة معينة اللي ممكن بتآمروا عليهم أو بعملوا اجتماعات خاصة ضدكم فعشان هيك بتكونوا منتبهين خلوا ردات فعلكو بسيطة وبرضو ما تسمح لحد إنه يتآمر عليك بالخفاء بدك تكون حذر بشكل كبير برج الثور طبعا القمر تحرك الآن للبيت الثاني عندكم فعشان هيك الأجواء اليوم بصير أو التفكير كامل بصير على الوضع المالي على المزانية على المصاريف على مواضيع إلها علاقة بالأمور المالية على المستوى النفسي شوي أنت مش مرتاح فيه نوع من أنواع التقلبات لسه موجودة بتشعر بنوع من أنواع الخربطة بتحس إنه فيه أشياء مفاجئة قاعدة بتصير حواليك أو أحداث أو أخبار أو مواضيع معينة بتفاجئك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع الإنزعج حاول قدر الإمكان إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستفيد من التحركات اللي تحركها القمر هاي اللي بتعطيك شوي ثقة بالنفس ولكن أنت ما ترتكب بعض الأخطاء اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أو أشياء تيجيك بشكل مفاجئ تزعجك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو طبعا القمر موجود فيه فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات الغير ضرورية ممكن تهتم لأوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك أهمش إنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا عندك الزهرة بتدعمك بشكل جيد جدا اليوم على مستوى حواراتك اتصالاتك تنقلاتك سرعة بديهتك قدرتك على تحليل الأشخاص عالية جدا برضو إنه بتفهم الأمور وهي طايرة ممكن اليوم تحصل على خبر على معلومة يتسرب لك شيء معين أو تهتم بنقاش معين ممكن اليوم يكون لك اهتمام بأحد الإخوة أو أحد الجيران ممكن يكون لك اهتمام بمسائل العلاقة بالتسويق أو بالدراسة أو بالامتحانات أو بالدورات أهم شيء إنك تركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ما تعتمد على الحضوض اعتمد على جهدك واستعداداتك ودراستك ممكن بعضك ينشط بممارسة هواية معينة أو رياضة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء منحكيش من عطارد منحكي من الشمس إلها تركيز على الوضع البيتي أو الوضع العائلي في بعض الاهتمامات العائلية أو بعض الأمور البيتية اللي ممكن تظهر على الساحة شوي تكون بدها تركيز أكثر أو بدها تفكير أكثر أو إنجازات لبعض الأمور البيتية أو العائلية أو رغبة منك والتقرب من العائل خلال هذا اليوم ممكن يكون فيه خبر ممتاز أو موضوع يظهر على الساحة بشكل مفاجئ عائلي ممكن بعض الأعطال أو الاهتمامات بتصليحات بترتيبات بيتية أو منزلية تكون بحاجة برضو لاهتمامك بشكل كبير برضو راقب وضع الوالدين بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا منحكي عن يعني بيت العاطفي تقريبا عواطفك روتينية بتلاقي أنه الحظ ما بدعمك بشكل كامل بالفترة هاي كأنه الحظ تخلى عنك ولكن هي الأجواء العاطفية روتينية طريق التعاملك مع الحبيب روتينية ممكن تظهر بعض المسائل أو المشاحنات أو الخلافات اللي بتمر سريعا ولكن ما تفاقم الأمور وما تكبرها ممكن اليوم تفكر في خروج معين أو بنزوي معين أو نزهة معين أو ترفيه معين في منك رح يهتم بوضع العلاقة بأحد الأبناء أو سر ما بينك وبين أحد الأبناء أو تعامل مباشر ما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية يعني بمعنى آخر بتنجز أعمالك بشكل روتيني اهتمامك بصحتك برضو بشكل روتيني ولكن برضو المريخ موجود في بيتك 12 ممكن يأثر على الصحة في بعض الأوقات أو على العمل فما تكون مطمئن كامل وتقول والله ماشي الأمور خلص سعيد حكا أنها كويسة لا بيت المتاعب بيضغط على العمل وبيضغط على الصحة فعشان هيك حاول إنك تدوم بوقتك حاول إنك ما تهمل أعمالك حاول لو تعمل ساعات إضافية تنجز الأعمال المتراكمة دقق بتفاصيل أعمالك ما تهملها نهائيا وبرضو في نفس اللحظة راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أو التطورات إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فهنا منحكي الأجواء روتينية على مستوى بيت الشراكة طريقة التعامل ما بينك وبين الشريك روتيني ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب طبيعتك أنت والزوج أو الزوجة بتتعاملوا بطبيعتكم بدون لا زيادة ولا نقصان هيك طبيعتكم هيك أنتوا توافقكم ما بينكم وبين بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا منقول الأجواء برضو روتينية على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة أو تحصيل بعض الالتزامات أو الديون اللي لإلك بشكل روتيني ممكن ما تزبط من أول مرة تحتاج إلى يعني تكرار المحاولة أكثر من مرة لأنها تزبط معك الأمور مطالبة بأموال لإلك أو بمساعدات قرض دعم أمور بنكية ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد المقربين لا إلكم أما بالنسبة إلى البيت التاسع فالأجواء هنا من يجي على الجدي اللي بيشكل الزوايا فبيتك التاسع بدل على خلافات مع مؤسسة تعليمية أو مع أشخاص خارج البلاد مع أشخاص أجانب حوارات نقاشات حدي إلها علاقة بامتحان أو بالدراسة بتواجه نوع من أنواع الصعوبة على مستوى الاستيعاب وخصوصا للأشخاص اللي بدرسوا دراسات جامعية إذا عندكو امتحان أو مقابلة بدكو تركزوا ما تعتمدوا على الحظ نهائيا ابتعدوا عن أي خلاف إلو علاقة بزملائكم في الجامعة أو مدرسينكم أو مع مؤسسة تعليمية بالفترة هاي وبرضو ممكن تظهر تطورات لمسألة قانونية تكون مش لصالحكم بسبب الإهمل أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة ما في أي تأثيرات يعني بيت سمعتكم داعم لإلكم اليوم برضو بعزز بعض النقاط الإيجابية اللي إلكم على مستوى السمعة على مستوى علاقاتك على مستوى العمل على مستوى علاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا بيت الأصدقاء ونبت الموجود فهو شوي ممكن أنه يحدث بعض الأشياء الإيجابية اليوم بأشياء لها علاقة ببعض الأصدقاء تعارف لقاء حل مشكلة ما بينك وبين صديق أو دعوة لحضور حفلية أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فمنقول لك هنا ارجع للبيت السادس دير بالك من عملك إهمال عملك تقصير في عملك برضو دير بالك على صحتك من بعض التقلبات المفاجئة إلك أو لا أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا القمر الآن انتقل واستقر عندكم بشكل كامل فعشان هيك منقول لكم أنه بالفترة هاي بدكوا يعني تستغلوا الفرص الإيجابية اللي راح تعطيكم اليوم أنتوا عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات أهم إش أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع أو موقعك وإنجاز الكثير من الأعمال خلال هذا اليوم في عندك بعض الاهتمامات الشخصية أو النفسية راح تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالزهرة بيدعمك على مسائل إلها علاقة بتطوير وضع مالي تحصيل مكاسب مالية عمل إضافي مستردات مالية هبات هدايا دعم يعني الجو المال تقريبا نقدر نحكي أن الزهرة بيدعمه بشكل قوي لفترة هاي فممكن تستغله بتطوير وضع مالي معين أو اهتمام لحل بعض المسائل المالية المعقدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بنحكي عن الشمس اللي بتدعمك بشكل قوي عطارد موجود ولكن أنه ما بعطيها القوة الكاملة بعطيك سرعة بديهة رغبة بالتحرك والنشاط فقط لا غير ولكن الشمس هي اللي بتعطيك القدرة على إنجاز كثير من الأمور قدرة على التحليل قدرة على الإقناع قدرة على التسويق لسلعة معينة برضو بتعطيه اهتمامات لأمور العلاقة بالدراسة أو حث الأبناء الدراسة أو مطالعة معينة أو الاهتمام بموضوع معين يعني الأجواء تقريبا بتدعمك بقوة حتى على مستوى علاقتك ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هنا منحكي عن موضوع البيت زاوية تربيع مع برجك بتحدث بعض المشاكل أو الخلافات أو النقاشات أو الحدية بالطباع أثناء التعامل مع أحد أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل البيتية المربكة بعض الأعطال بعض الأخبار بعض النقاشات بعض الأحداث اللي ممكن إنها شوية تكون فيها نوع من أنواع صعوبة حاول إنك تبتعد عن حدية الطباع ما تظهر إنزعاجك اليوم وما تحاول إنك تعمل مواجهات مع أفراد العائلة ممكن تظهر أشياء إلها علاقة نوع من أنواع الاهتمام أو تتطلب منك مصاريف في بعض الأوقات أو دفعات مالية بسبب تطور وضع منزلي أو بيتي أو عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا روتينية بطريقة التعامل ما بينكم وبين الأحبة بتتعاملوا على حسب طبيعتكم بدون لا إيجابية ولا سلبية يعني على حسب طبيعتك حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستغل علاقاتك العاطفية بشكل جيد حاول إنك تتواصل أنت والحبيب ما تهمل أوضاعه وبرضو اليوم بيحمل لك نوع من أنواع التفاهم أو المصالحة أو التقارب ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهو هنا منحكي عن العمل ما زالت الأجواء فارغة لا من حظ ولا من نحوسة حاول إنك تستغل هذا الوضع بشكل إيجابي على أساس أنك تدعم من وضعك إما تقديم طلبات إلها علاقة بالعمل أو مقابلات أو اهتمام بمكان عملك أو أمور إلها علاقة بالرقابة الصحية الأجواء ما فيها أي خوف يعني تقريبا إنها إيجابية شوي بتدعمك على بعض المسائل والتحسن واضح على المستوى الصحي إلا إنه بيت المتاعب في أورانوس بيحدث بعض المفاجآت الصحية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بنحكي عن بيت الشراكة على حسب طبيعتكم هو خالي ما في أي كواكب فعشان هيك بتتعامل أنت والزوج والزوجي على طبيعتكم بدون لا إيجابيات ولا سلبيات ولا أي تدخلات هيك طبيعتكم هيك تكوينكم هيك بتتعاملوا مع بعض ما في أي تأثير للكواكب على البيت السابع ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع الحوار أو الاتفاق على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بنحكي عن الجدي اللي إلو علاقة بالزاوية التربيع اللي ذكرناها فعشان هيك هاي إلها علاقة بالأموال المشتركة مشاكل على مستوى الأموال المشتركة يعني أي خلافات على مستوى أموال الشريك اللي هو الزوج أو الزوجة على مستوى أموال ما بتعود لك على مستوى قروض على مستوى ديون أنت مداينها لأشخاص برضو بدك تنتبه أنه ما تكفل حد ما تداين حد ما تغامر مغامرات على المستوى المالي بالفترة هاي بدك تكون حذر أما بالنسبة لابيتك التاسع فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات ومؤسسات تعليمية شيئا ما ولكن إذا عندك امتحان خصوصا جامعي أو عندك مقابلة أو عندك مناقشة حاول أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض الأجواء ما بتدعمك بالمجازفات أو المغامرات أو الاعتماد على الحظ بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا نبت الموجود شوي بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة ببيت السمعة بتقدر تحافظ على سمعتك تدافع عن سمعتك خلال اليوم ممكن يكون لك بعض الحوارات أو النقاشات ما بينك وبين أحد المعارف أو تستغل واسطة معينة لدعمك في مسألة معينة وممكن بعضكو يصير فيه نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينه وبين زميله أو رئيسه بالعمل وممكن يتتسلط عليك الأضواء في عمل معين أو إنجاز عمل معين يعني الأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك وبتحسن من بعض الأمور اللي رح تكون لصالحك بالفترة القادمة على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بنرجع على المريخ اللي بيضغط بشكل كبير الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع كشف صديق أو مشاحن مع صديق أو مشكلة مع صديق أو خسارة صديق ممكن الفترة هاي تكتشف إنه في واحد بتدعي إنه صديقك يتخلى عنك أو يطعنك بظهرك فأنت طبعا ما رح تسكت وبرضو بتحمل نوع من أنواع المجازفات والمغامرات ما بينك وبين أحد الأصدقاء اللي ممكن تتطور حاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل وممكن تخسر صديق بشكل مفاجئ أي شيء لو علاقة بالأصدقاء اليوم بدك تكون حذر منه بشكل كبير ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن تستاء في هاي الحفلة أو بهاي المناسبة من شيء معين أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فطبعا منحكي عن أورانوس أورانوس اللي بيحدث المفاجئات فعشان هيك حاول أنك ما تتغيب عن عملك ما تتأخر عن دوامك ما ترتكب الأخطاء في مكان العمل حاول أنك تنجز أعمالك يعني ما تخليش الإشي المهم ما تخليه يتأجل برضو في المقابل خلي علاقتك جيدة مع زملائك ورؤسائك بالعمل وفي المقابل برضو بدك تهتم بالوضع الصحي من بعض التقلبات أو الأحداث المفاجئة اللي ممكن تحدث على الصحة اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة ممكن يلفت انتباهك مسألة معينة وممكن تقلق من مسألة معينة برج السرطان طبعا الفترة هاي مش المثلة بالنسبة لإلك لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسبب نوع من أنواع الضغوطات عليك والتعطيلات ممكن أنه يلغي أشياء كانت على وشك انها التم ممكن يحدث بعض المشاكل أو الفروقات في بعض الأوقات أو بعض الخلافات اللي بتيجي بشكل مفاجئ ممكن تشعر بنوع من أنواع الإحباط أو الملل أو الإنزعاج من بعض المسائل وتتقلب شخصيتك خلال هذا اليوم رغم أن الزهرة موجودة برضو في بيتك الأول اللي بتدعمك شوي نفسيا إلا أنه برضو ممكن تأثيرات وجود القمر تكون أقوى على حسب طالعك طبعا أو تكون تأثيرات سلبية ولكن إذا كان الطالع تاعك إيجابي فأعرف أنه اليوم برضو نفسيتك أحسن ما رح يأثر عليك وجود القمر في بيت المتاعب والأجواء رح تكون حليف لا إلك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها فيها بعض الفرص المالية ممكن تحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم أو الاهتمامات المالية أو تحل أو تنجز مسألة مالية بشكل واضح ممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو تطور وضع مالي معين أو تسعى لتحسين وضع مالي بطريقة معينة حاول أنك تهتم بالمسائل المالية بشكل جيد لأنه في فرص قوية بالنسبة لإلك على مستوى وضعك في بيت المال أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا روتينية يعني اتصالاتك تحركاتك روتينية ممكن تظهر بعض العصبية أو الحدية بطباعك مشاحنات جدالات نقاشات حاول أنك تنتبه كثير أثناء اتصالاتك برضو بدك تركز بشكل جيد ما تندفع وما تتهور الأجواء رح تدعمك في بعض المسائل ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحدود نهائيا ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت يعني فيها نوع من أنواع الهدوء أو في نوع من أنواع التركيز ممكن تهتم بمسألة بيتي اليوم أو أمور طارئة تظهر على مستوى البيت ممكن شوي تنشغل بمسائل بيتية أو عائلية ممكن يكون فيه نقاش أو خلاف أو حوار ممكن يكون فيه اجتماع أو لقاء ما بينك وبين أفراد العائلة تناقشوا مسألة معينة ممكن تقوم بزيارة عائلية يعني التواصل أو الاهتمام العائلي باليوم فيه نوع من أنواع التركيز خصوصا أنه أنت شوي رح تفضل أنه يكون لك يعني تواجد مدة طويلة في البيت فعشان هيك البيت اليوم ممكن تظهر فيه بعض المسائل بشكل مفاجئ أعطال ممكن اهتمامات تصليح ترتيب مشكلة بحاجة لرأيك يعني ممكن تهتم بهاي المسائل ولكن ابعد عن الحدية والعصبية في إصدار القرارات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم على حسب طبيعتكم تتعاملوا ما بينكم وبين الأحبة ممكن اليوم تحمل لك نوع من أنواع التفاهم أو النقاش ممكن يتطور شوي أو يحتد شوي مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول أنك تبعد عن المواجهات بالفترة هاي أو الملاسنات أو اختلاف وجهات النظر والحدية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية رح تكون على مستوى العمل يعني ممكن أنه بس تعمل الواجبات اللي عليك تعمل الأعمال الضرورية أو الأشياء اللي بتظهر بشكل مفاجئ يعني ممكن يتعالج بعض المسائل بالعمل هيك بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الرقابة الصحية شوي ممكن تهتم بصحتك أكثر وخصوصا لما نوصل عند لأنه القمر موجود في بيت المتاعب معناته الوضع الصحي شوي بدون نوع من أنواع الاهتمام بالفترة هاي بكون أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي حدي جدا 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 خلال هذا اليوم فعشان هيك أي نقاش أي حوار أي تعامل رح يكون ما بينك وبين شريكك بالمال أو العاطف أو ما بين الأزواج اضبطوا أعصابك وقدر الإمكان حاولوا تبعدوا عن الخلافات والنقاشات والجدلات وسوء التفاهم الفترة هاي حاسمة بأحداث ممكن توصل العلاقات الضعيفة للانفصال أو القطيعة الكاملة فعشان هيك ابعدوا عن الجدال والنقاش والمشاكل ما بينك وبين الأزواج بالفترة هاي عشان تمضي الأمور على خير لأنه الوضع مشحون ومتوتر بشكل عالي جدا وبأي لحظة بدون سابق انذار ممكن يصير انفجار ما بينكو فعشان هيك بتكونوا منتبهين للنقطة هاي ابعدوا عن الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء فيه إلها بعض الاهتمامات المالية المشتركة خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو مستردات أو هبات أو تبحث عن شيء انت كنت فاقده أو الطالب ببعض الحقوق اللي لا إلك أو الطالب ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن مداين أشخاص أو حق لا إلك بالطالب فيه أو ميراث معين أو أوراق قانونية أو معاملات في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني تقريبا تنشط ببعض الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو بأثناء تعاملك مع أجانب أو شخص أجنبي عنك أو مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو بحث في مسألة علمية اليوم ممكن تنهمك في تحليل مسألة معينة أو نقاش مسألة معينة أو رغبة في أمور العلاقة بالسفر أو بالترحال أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منرجع لبيت السمعة اللي المريخ موجود فيه اللي بسبب الزاوية الكبيرة اللي إحنا حكينا عنها في بداية الحلقة فمن كل هذا بيت السمعة منقول لك دير بالك ما تجازف ما تغامر ما تراهن ما تتهور ما تخلف القوانين ما تشوه سمعتك اليوم بأي تصرف مهما كانت الظروف برضو أنت بأثناء عملك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل من مشاحنة أو خلاف أو حدية بالطباع أو انفجار وضع معين بشكل مفاجئ فتتطور الأمور بشكل كبير فيصير الخلاف حاد جدا ما بينكم امسك أعصابك قدر الإمكان برضو على مستوى مكان العمل أما بالنسبة لابيتك 11 فمن قلك الأجواء بتحمل بعض المناسبات أو بعض التطورات على مستوى الأصدقاء فممكن يظهر صديق بشكل مفاجئ أو تتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو مواساتك أو لقاءك أو الإجتماع معك يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية على المستوى الإجتماعي أما بالنسبة لابيت المتاعب فطبعا القمر موجود فيه فعشان يكي التعب حكينا أنه بنال منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء ولا تختلق الأعذار للهروب من المسئوليات والمهمات يعني بدك تركز بشكل جيد ممكن يظهر بعض الأمور اللي بتتعلق بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول برج الأسد الشمس موجودة عطارد موجود عطارد ما إلوها التأثيرات القوية بالفترة هاي يعني هو ما بعطي إيجابية ما بعطي سلبية ولكن هو مزاجه سعيد ولكن اللي رح يعطي التأثيرات اللي هي الشمس اللي بلشت تعطي إيجابية بلشت تنتهي الزاوية اللي ما بينها وبين أورانوس فعشان هيك صارت التأثيرات إيجابية على المستوى النفسي والشخصي ممكن من الآن يعني تبلش تحسه بنوع من أنواع التغيير على المستوى النفسي أو حل بعض الأمور المعقدة أو ممكن إيجاد حلول لأشياء كانت معقدة بالفترة الماضية أو صعب حلها بالفترة الماضية الأهم إنه بالفترة هاي إنك تركزه بشكل جيد تحاوله إنك تنشطه وتتحركه صحيح إنه موضع القمر شوي ضعيف ولكن إنه مع وصول القمر لأماكن جيدة بالنسبة لألكم أو وصول القمر للأسد تحديدا فهذه المرحلة اللي هي المرحلة الجديدة لموليد برج الأسد اللي بتقريبا الكل بشعر بأنه الفترة القادمة رح تكون أفضل مما مضى عليه الوقت أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي ما زال فيها نوع من أنواع المخاوف أو الارتباك أو الأفكار أو محاولة تدبير الوضع أو إيجاد حلول لبعض الأمور أو المآزق المالية اللي حاليا بلشت تضغط يعني مش مدة طويلة ولكن لحد ما ينتقل الشمس وعطارد ينتقله للعذراء فهو بيت المال ممكن يخليك تجد بعض الحلول أو بعض المخارج لبعض الأمور المالية أو يساعدك على تحسين الوضع المالي بشكل جيد أهم إيش أنكم بالفترة هاي تحاولوا تقللوا من مصاريفكم تبتعدوا عن المصاريف الزائدة أو عن البذخ في بعض المواطن أو بعض الأشياء الأهم أن تركزوا زي ما حكينا على الوضع المالي بشكل جيد وما تهملوا لأن الفترة هاي ممكن تطلع بعض المصاريف بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بساعدكم في أمور العلاقة بالتنقلات اليوم بعطيكم مجال للتنقل والاتصال والحوار والإقناع والترويج سرعة البديهة عندكم عالية برضو الأجواء مساعدة وتدعمكم بشكل جيد ممكن تنجزوا بعض الأمور خلال هذا النهار أهم إشي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده تنقلات بالسيارة بده ينتبه بشكل جيد من بعض المخاطر يعني بده يدرس يستعد وينتبه أثناء قيادة للسيارة أثناء حركته برضو بده يكون منتبه ومتيقد ويحاول أنه يضبط أعصابه من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فممكن تظهر بعض الأشياء البيتية أو المنزلية بشكل مفاجئ ممكن أنه أعطال أو اهتمامات بتصليحات أو حتى أشياء تحاول تعملها ما تزبط اليوم حتى على مستوى هاي الأشياء أو يصير فيها بعض التعطيل أو العطال ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار عائلي أو تنزعج من موقف معين أو من أسلوب حديث معين ممكن يعني يكون فيه اجتماع عائلي أو لمة ويصير فيها تلسين أو بعض الكلام أو بعض الاتهامات أو المكاشفة في بعض الأمور اللي رح تزعجك أهم شيء أنك تضبط أعصابك ما في داعي للخلافات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء رح تكون جيدة على المستوى العاطفي وهي بتعمل عندك نوع من أنواع الشغف أو الرغبة بالتواصل مع الأحبة أو لقاءهم أو الاهتمام ببعض المسائل العاطفية في منكو رح يخرج يعني يعمل خروجي أو تغيير جو أو الاهتمام بهواية معينة أو الاهتمام بحبيب أو لقاءه أو حتى نوع من أنواع الترفيه ولكن برضو تنتبه للمصاريف في منكو رح يكون له تعامل جيد ما بينه بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منيجي على الزاوية اللي إحنا حذرنا منها اللي هي زاوية التربيع ما بين المريخ وما بين الكواكب اللي موجودة في بيت الجدي وبيت الجدي معروف هو بيت الصحة فعشان هي كي بدكو تنتبهوا اليوم على أمور إلها علاقة بالعمل حاولوا أنكو ما تهملوا عمالكو ما تهملوا الواجبات حاولوا تنجزوا عمالكو بوقتها حتى لو عملت ساعات إضافية أو ممكن تعملوا من أنواع التعاون لإنجاز بعض الأعمال الضرورية وبرضو بتكو تراقبوا وضعكو الصحي من بعض التقلبات أو الأحداث اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ يكون بعضها مربك فعشان هيك بتكو تركزوا بشكل جيد على العمل على علاقتكو بزملائكو وعلاقتكو برؤساكو حتى بالزبائن وبرضو في نفس اللحظة بأمور الصحة وتقلباتها والأحداث اللي ممكن تظهر على هذا المستوى أما بالنسبة للبيت السابع فمنقول إن الوضع تقريبا شبه روتيني طريقة التعاملكم بينكو بين الشركاء ممكن يصير فيه تفاهم على مسألة معينة أو تلاقي على مسألة معينة يعني الأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها روتيني ما فيه أي شيء يدل على المخاوف على حسب طبيعتكم تتعاملوا مع بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا ممكن تظهر بعض المسائل أو بعض المصاريف أو بعض الالتباسات المالية أو بعض المسائلات المالية اللي شوي ممكن تربكك خلال هذا النهار أهم شيء تحاول إنك تحافظ على مقتنياتك أو أموالك من السرقة أو ضياع أو من المحتالين حاول إنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد لأنه بتحمل هاي نوع من أنواع المصاريف وبرضو في نفس اللحظة ممكن تنشطوا ببعض الأمور ولكن ما رح يكون لها النتائج المرجوة خصوصا المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا برضو في نوع من أنواع الضغط حكينا المريخ موجود في البيت التاسع وهو عمل زاوية التربيع فعشان هي كما نقول لكم ديروا بالكم من أي مشاحنات أو مجادلات أو عصبية أثناء التعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أشخاص أجانب أو أمور إلها علاقة بالتنقلات على الشوارع المفتوحة أو أمور إلها علاقة بالسفر أو قضايا قضائية أو أمور تعليمية على مستوى مؤسسات تعليمية أو امتحانات أو دورات يعني كلها هاي بتكونوا حذرين لأن الصعوبة بتتواجد على هذا المكان يعني بالمؤسسات التعليمية أو بأمور امتحانات بتكونوا مركزين بدون خلافات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بتأيدك بعض الشيء في بعض المسائل اللي إلها علاقة في أشياء إلها علاقة بالعمل زملاء العمل وإنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو التعاون مع أشخاص أو مساعدة أشخاص لا إلك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء القمر موجود فيها فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم أهمش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب بنرجع منحذر على أمور إلها علاقة بالصحة وأمور إلها علاقة بالعمل ممكن يصير التباسات أو بعض الظروف الضغطة أو الأعمال الضغطة أو قلق على أحد الوالدين برج العذراء طبعا أهم نقطة يا موليد برج العذراء أنه اليوم القمر مش موجود في مكان مناسب لإلكو يعني هو موجود عامل زاوية تربيع وهي شوي متعبة بتخلي نفسيتكم شوي فيها نوع من أنواع الإضطراب أو الاكتئاب أو يعني الإنزعاج من بعض المسائل ممكن توتر أو قلق من مسألة معينة أهم شيء أنه تحاولوا تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية تتجاوزوا هذا النهار مهما كانت الظروف بدون لا حدية ولا عصبية ولا إنزعاج يعني بتكجاروا الوضع خلوه يمشي روتيني انجزوا الأشياء الضرورية والمهمة وحاولوا تبتعدوا عن أي شيء في مسؤوليات أو اتخاذ قرارات هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة شيئا ما على المستوى المالي فممكن اليوم تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي عادة ما تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم معين الأهم إنك تركز بشكل جيد على هاي الأمور وفي نفس اللحظة حاول إنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد ممكن تظهر بعض المصاريف يعني حاول إنك تعالجها بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة حاول إنك أنت يعني تنتبه على أموالك من بعض المخادعين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا رح يكون فيها كثير من الضغط اليوم على مستوى التنقلات والاتصالات ممكن يكون في حوارات أو نقاشات أو إنفعال من مسألة معينة أو إنك تحاول تحل وضع معين أو مشكلة معينة خلال هذا النهار الأهم إنه هاي اتصالاتك حاول إنها تكون بالشكل الإيجابي اللي تدعم مصلحتك يعني زي أمور إلها علاقة بتجارة مثلا بالتسويق بأمور إلها علاقة باتصالات لمصالحة أو تواصل لمصلحة معينة يعني ممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات لهاي الأمور ولكن زي ما حكينا بدون اندفاع وبدون تهور وبدون اتخاذ قرارات متسرعة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة يعني ممكن تجد بعض المساعدات أو بعض الأخبار السارة أو اجتماع معين عائلي أو اهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو ترميمات تصليحات مشتريات أو ديكور جديد مثلا يجع بلك اليوم تغير الديكور مكان البيت يمكن أنه يكون في بعض الزيارات لا إلك أو أنت تقوم ببعض الزيارات العائلية المهمة في نوع من أنواع التقارب الجيد واضح على الساحة فحاول أنك تستغله بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا من نرجع من نحكي عن المريخ اللي مشكل زاوية التربيع مع برج الجدي اللي هو بيتك الخامس بيت العاطفي بيت الحض فبما أنه زاوية التربيع هاي قائمة معناته بدك تنتبه ما في حضوظ بالفترة هاي ما تعتمد على الحض نهائيا برضو بدك تحذر من بعض التماس أو بعض المشاكل أو الخلافات مع أحد الأحبة ممكن بالفترة هاي تتطور مسألة صعبة أو تتخذ بعض القرارات أو تنتهي علاقة عاطفية ما بينك وبين الحبيب في منك رح يدخل ببعض النقاشات الحادة ما بينه بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو تظهر مشكلة معينة إلها علاقة بأحد الأحبة انتبهوا خصوصا اللي بمارسوا الهوايات وخصوصا الهوايات اللي فيها رياضة أو فيها حركة من بعض الإصابات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بصحة أو مراجعة طبيب أو فحص طبي أو أدوية أو أخذ علاجات الأهم أنه إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التماس برضو اليوم حاول أنك تبعد عن الاستفزاز والانتقاد أو توجيه الانتقادات أو الحدية أو الكلام اللادع والجارح خصوصا للشركاء شركاء المال شركاء العاطفة الأزواج أهدولا بدك تكون منتبه من هاي الأمور وبرضو تحذر إذا كان في قضية قضائية تحاول أنك أنت تهتم بكل تفاصيلها ما تهمل أي بند فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو هنا المريخ اللي بيشكل الزاوية طبعا فهو هنا بدك تنتبه على الأموال المشتركة يعني ممكن اليوم يكون فيه مسائلة أو مكاشفة أو لجنة مثلا على لجنة مالية ممكن الزوجة تسألك عن بعض الأموال ممكن أنت طالب ببعض الأموال ما تحصلها ممكن أمور إلها علاقة بقرض أو منحة أو هبة مثلا ما تزبط خلال هذا النهار يعني في بعض التعطيلات على المستوى الأموال المشتركة دير بالك تدخل في مشاريع مالية بالفترة هاي وبرضو ما في داعي لأي مغامرة مالية أي إشي إلو علاقة بقرض أو إلها علاقة بكفالة أو إلها علاقة بهبة أو مساعدة انتبه بشكل جيد ما تضغط حالك وما تورط حالك أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع طبعا يعني هنا بعطي نوع من أنواع الاتصالات الروتينية أو الحوارات الروتينية مع أشخاص خارج البلاد وبرضو بعطي نوع من أنواع الاهتمام بمسائل الدراسة والامتحانات واللقاءات أو الاجتماعات أو الدورات أهم إشي إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فهو أنا بتكون تحافظه على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ الفترة هاي ما رح تهدأ أو ما رح تهدأ وطيرتك برضو ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل أقل إرباك إذا كنت أنت جاهز لإلها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ممكن تدعمك على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعلاقات أو شخص يدعمك في مسألة معينة معرفة مثلا واسطة يكون لإلك ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو احتفال خلال هذا النهار أو فيه منك رح ينشط بلقاء الأصدقاء أو الاستفادة من صديق ما في مسألة ما الأهم أنك ترتب أمورك بشكل جيد وحاول أنك تكسب بشكل جيد من علاقاتك ومعارفك بدون ما تكون أناني يعني إذا طلب منك مساعدة من صديق حاول أنك تسانده إلا المساعدات المالية خلال هذا اليوم أجله ليومين لحديث ما تخف الزاوية ولكن الآن يعني ابعد خليها مساعدات عينية أو دعم معين بيكون أفضل أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا من قلك يعني الشمس في بيت المتاعب وعطارد في بيت المتاعب صحيح حمي في مزاج جيد ولكن بظهروا بعض الإرباكات على مستوى العمل على مستوى الصحة على مستوى صحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا اليوم الأجواء أحسن من الأيام الماضية وخصوصا أنه القمر الآن في مكان حليف لإلكم في برج هوائي في بيتكم التاسع فهو رح يشحنكم بطاقة إيجابية وبرضه رح يتلاقي أن الأجواء فيها نوع من أنواع التحرر أو التحرك أو الرغبة بالانطلاق في كثير من المسائل عندك شغف عالي جدا لإنجاز كثير من الأمور خلال هذا النهار وبرضه محاولة تعويض الأشياء التي كانت صعبة في الأيام الماضية الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة أهم إش أنك تستغلها وبرضه حاول أنك ترتبها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي ولكن بدك تنتبه من المصاريف وتنتبه من الدفعات أو من الغرامات أو من المخالفات برضه تحمل نوع من أنواع الاضطراب المالي أو مسائل مالي معقدة أو ممكن بعض الاهتمامات في مسائل طارئة زي أعطال أو استشفائية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضه اليوم اللي عنده امتحار رح يقدم بشكل جيد الحظ حليفك وداعم لإلك في هاي المسألة برضه في أثناء المقابلات أو المناقشات الأمور جيدة أثناء تنقلاتك لأجواء بتدعمك في بعض المسائل في منك ورح يهتم بمسألة إلها علاقة بالسيارة أو بالتليفون أو بأجهزة الاتصالات والمواصلات بكل معانيها برضه بنتاق رح تعمل لك نوع من أنواع العلاقة ما بينك وبين أخ أو جار أو شيء بتعلق في واحد من هذول الاتنين برضه بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بدك تحذر بشكل كبير لأنه هنا المشكلة من الزاوية هاي إلها علاقة في البيت وبما أنها إلها علاقة في البيت معناته بدك تنتبه من مشاكل من خلافات من جدالات من نقاشات من عصبية من ظهور بعض الأشياء المفاجئة على مستوى البيت واللي شوي رح تكون مقلق يعني عطل أو مشكلة عائلية أو خلاف معين أو صحة أحد أفراد العائلة أو مسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة ككل ومننبه النساء تحديدا اللي بيشتغلوا في البيوت أو الرجال اللي بتشتغل في المطابخ أو المطاعم أو هاي ديروا بالكم من النيران بالفترة هاي يعني حاولوا أنكم تتفقدوا النيران وصلات البربيش تبعات الغاز الأشياء يعني حاول أنك تكون حريص مش شرط أنه كل موليد برج الميزان ولكن الوضع صعب شوي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمامات خلال الفترة هاي ما في داعي إنك إنه يعني تهمل مسائل النيران وما تكون حذر أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بنقول لك الأجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالحبيب أو لقاء عاطفي مثلا تحب أنك تخرج في نزهة أو في نزوة أو في غراميات اليوم الأجواء بتدعمك في بعض المسائل وبرضو بتعمل نوع من أنواع التوافق الفكري ما بينك وبين أحد الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بنحكي الأجواء طبعا إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بالعمل فممكن تتلبك اليوم من بعض المسائل أو عمل الزيادة أو أمور إلها علاقة بتراكمات أو يجيك عمل شوي يكون صعب يطلب منك نوع من أنواع الحذر أو الدقة أثناء تعديته ابتعد عن الخلافات مهما كانت الظروف مع أشخاص إلهم علاقة بإطار مكان العمل أما بالنسبة للوضع الصحي فهو بيحمل نوع من أنواع التقلبات على المستوى الصحي الطفيفي مش الأشياء المعقدة ممكن تظهر مراجعة أدوية دورية فحص معين يعني هاي الإهتمامات الطبية اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهونا برضو المريخ له علاقة في الموضوع فعشان هي كم نقول لك دير بالك أثناء التعامل مع الزوج أو الزوجة الفترة هاي حدي جدا برضو العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بالفترة هاي بسبب خلاف أو بسبب يعني هجوم عنيف فحاولوا قدر الإمكان يعني تضبط أعصابك اللي تطلعوا من ضغط الزاوية هاي خصوصا الفترة القادمة وهاي مدة طويلة بدكوا تضبطوا أعصابك قدر الإمكان أثناء تعامل الأزواج مع بعض أو الشركاء المال مع بعض إذا ظهرت قضية معينة أو كان في موضوع العلاقة بالقضاء حاول أنك ما تهمله حاول أنك تركز عليه بشكل جيد لأن الأمور ممكن تنعكس سلبا عليك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها يعني فيها بعض الإيجابيات على المستوى الأموال المشتركة ولكن حاول أنك أنت تحمي أموالك من السرقة أو الضياع أو فقدان بعض الأموال أو الإهتمامات المالية اللي بتتطلب منك يعني أنك تكون حريص شوي تدير بالك على أموالك من السرقة والضياع أو فقدانها أو دخول في أشياء بدون مشاريع مثلا بدون دراستها يعني بدك تكون مركز أما بالنسبة للبيت التاسع طبعا اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعي أو مراسلات أو تعامل مع أجانب بالفترة هاي أو اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك الأجواء داعمة بقوة على مستوى العلاقات والمعارف وعلى مستوى الشهرة فممكن تحقق بعض الإنجازات الفترة هاي فتوعدك بشهرة أو بمنصب أو بعمل جديد أو أمور إلها علاقة بعلاقات بأشخاص دون وفوذ يساعدوك في مسألة معينة وبرضو بتدعمك على مستوى العمل ومسؤوليك وزملائك فممكن تتوجه لك الأنظار اليوم وممكن تسمع كلام ما كنت تتوقعه أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الشمس عطارد وبلشوا يقتربوا من بيت المتاعب فهاي شوي بتضغطك على مستوى الأصدقاء مستوى الحوارات مستوى النقاشات مستوى الجدالات في أجواء إيجابية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط بالزيارات الفترة هاي يعني الأجواء إيجابية وحاول تستغلها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة شيئا ما ولكن بدك تنتبه لصحتك انتبه لعملك وبرضو ممكن تحمل قلق على صحة أحد الوالدين برج العقرب طبعا القمر تحرك الآن من مقابلك تماما صار في بيتك الثامن فعشان هيك بتطلب منك اليوم إنك تركز بشكل جيد الأجواء ما زالت ضاغطة القمر مواجهة تماما معك يعني السادس سابع ثامن هاي بيوت المواجهة وهاي شوية بتضعف الوضع عندك أو بتعمل تقلبات عندك على المستوى النفسي أو الإضطراب أو القلق من مسألة معينة حاول أن ترتب أمورك بشكل جيد ما تندفع ما تتهور ما تصدر قرارات وما تخلي حد يفرض رأيه عليك بالفترة هاي حاول أنك تركز بشكل جيد وتتخذ قرارك الخاص فيك مش الخاص بأشياء أو بأشخاص تانين أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الدعم على المستوى المالي يعني ممكن تحقق بعض المكاسب أو الدعم خلال الفترة هاي أو من عمل إضافي أو مساعدات هبات ممكن تحسن بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع اللي عندك شيئا ما الأهم أنك تركز وتعرف كيف تتعامل مع هاي الفرص وتستغلها بشكل جيد الأهم برضو أنك أنت ما تقلل من مصاريفك وحاول أنك ما تبذخ زيادة عن اللزوم بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة من الجدي الموجودة فيك الكواكب وزوية التربيع فعشان هيك على مستوى التنقلات مستوى الاتصالات مستوى الحوارات مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة بالجامعات إلها علاقة بالمدارس تحديدا برضو بتعمل نوع من أنواع الخلافات برضو حاول قدر الإمكان يعني تستعد وتدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أثناء تنقلاتك وحركتك حاول تنتبه من الإصابات وحاول تنتبه من الحوادث لأنه بدها شوي التركيز وانتباه بالفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمام في أمور إلها علاقة بالسيارة أو بنوع من أنواع الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى البيت بتتعاملوا على طبيعتكم ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي تستجلب انتباهك أو تهتم فيها بشكل أكبر ممكن يكون فيه لقاء أو حوار أو تصليحات أو ترميمات منزلية أو تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالديكور أو أفراد العائلة بتحاول أنك أنت تصالح أو تقرب وجهات النظر وتكون مرن ما بينك وبين أفراد العائلة ما تحاول أنك تكبر الخلاف وتزيد الخلاف ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا أنت اليوم بتشعر ببعض الأشياء الإيجابية على المستوى العاطفي ولكن ممكن تحمل نوع من أنواع الخلاف بوجهات النظر أو الاستياء أو تحس أنه شوي الحبيب بعيد عنك أو تحس أنه فيه مشكلة أو خصام أو تتحسس من موقف معين حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الشبهات عن الالتباسات وبرضو في نفس اللحظة خلي علاقتك جيدة في أبنائك وفي أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بنحكي عن المريخ اللي بشكل الزاوية الصعبة فعشان هيك منقول لك بدك تدير بالك عملك تنجز أعمالك بوقتها حاول أنك تضغط على حالك ما تخلي الأعمال تتراكم لو بتشتغل لساعات إضافية برضو في نفس اللحظة ما تعمل أي مشاكل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك في العمل ممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي تكون بحاجة للرعاية والمراقبة لأنه الوضع الصحي شوي متبلبل أو متقلقل بالفترة هاي اللي بحاجة للرعاية وبرضو إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها أشياء إيجابية شيئا ما ولكن أنا ما رح أعطيك إيجابية رح أقول لك الوضع روتيني وخصوصا أثناء تعامل الأزواج مع بعض أثناء تعامل الشركاء مع بعض ولكن برضو ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات ولا للمشاحنات حاول تنجز أعمالك بوقتها حاول أنك تهتم بواجباتك وواجبات الشريك وفي المقابل ابعدوا عن النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة فهذه الفترة طبعا القمر موجود فيها نقول لكم ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة لا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل أو تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بنقول لك بدك تنتبه من أمور التنقلات والاتصالات البعيدة وخصوصا مع الأجانب تكون حذر وعارف شو اللي بدك إياه وفي نفس اللحظة اللي عنده امتحان أو مقابلة أو امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظ بده يدرس وخلي علاقاتك جيدة خصوصا في المؤسسات الكبيرة وفي المقابل إذا كان في قضية قضائية أو أمر العلاقة بأوراق أو وثائق قانونية حاول أنك تنجزها وما تهملها بالفترة لأن العين راح تكون مسلطة على هاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك الأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم تقدر تعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك أو تحاول تبرر مواقفك برضو بتدعمك على مستوى العمل واللي بده يقدم عمل أو على عمل جديد أو اهتمامات لها علاقة بعمل ما أهم إشي يخلي علاقاتك جيدة مع زملائك ورؤسائك بالعمل لأنه هاي الأشياء راح تساعدك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو ممكن اتصال صديق أو زيارة أشخاص لإلك أو تساعد أنت برفقة بعض الأصدقاء أو المعارف وتكون الأمور لصالحك أو تنجز بعض الأمور وتكون برضو لصالحك أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا من قلك حاول تنتبه شوي ركز انتبه لوضعك الصحي انتبه لعملك ما تراكم الأعمال بيت متعبك شوي يعني بده رقابة حاول انك برضو بالمقابل انك تهتم بصحتك وصحة أحد الأحبة ممكن يكون فيه قلق على واحدة من الأمور هاي الصحة العمل وصحة أحد الأحبة برج القوس طبعا بالنسبة للقوس الآن القمر موجود مقابلهم تماما فعشان هيك بيخلي فيه نوع من أنواع الاضطراب أو عدم وجود طاقة أو سهل جدا استفزازهم أو توترهم ممكن ينشحنه بطاقة سلبية بسرعة هائلة جدا وممكن يكون فيه عندهم نوع من أنواع العصبية والتقلب بالمزاج بالفترة هاي صحيح انه هو بيت حليف لا ولكن بضغطك على المستوى النفسي وعلى المستوى الفكري وبحدث بعض التقلبات النفسية عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بدك تحذر بشكل كبير لأنه هنا الجدي وبرضو عامل زوايا صعبة فعشان هيك بدك تنتبه على الأمور المالية لأنه شوي الأمور المالية مقلقة بالفترة هاي بتحدث بعض التغييرات أو المفاجآت أو الخسارات المالية أو الارتباك من وضع مالي معين ممكن عندك احتياجات عالية ممكن عندك التزامات عالية ممكن تظهر بعض المصاريف بشكل مفاجئ ولكن الوضع المالي إجمالا هو صعب جدا بالفترة هاي احذر على برضو من أموالك من السرقة والضياع أو الدخول بأشياء ممكن أنها تخسرك شوي من فلوسك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نحكي إنها جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وعلى مستوى الإقناع والتسويق والتجارة وحتى على مستوى الدراسي والامتحانات والمؤسسات التعليمية وعلى مستوى اهتمام بأمور سيارات أو اتصالات أو تليفونات أو كمبيوترات يعني الفترة هاي كل هاي الأشياء تقريبا بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابي اللي لا إلك حاول تستغلها بشكل جيد والدعم من مواقفك والدافع عن حقوقك ولكن بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي مربكة في بعض الأحداث أو التطورات أو الاستياء من تصرف معين أو أحد أفراد العائلة ممكن يظهر لك خلاف أو نقاش أو التباس أو ممكن تطور لمسألة خلافية داخل البيت أهم إش إنك ما تكون حد طباع ما تعصب وما تحتد وما تحاول تفرض رأيك اللي حواليك ناقش بهدوء ممكن يكون في بعض الإهمال أو التقصير من مسألة عائلية وممكن شوي يعني تكون في مصاريف إلها علاقة إما في البيت أو على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا منحكي عن المريخ المريخ الموجود بالحمل العاطفي عندك شوي متضعضعة شوي فيه نوع من أنواع الحدية ممكن تخلق مشاكل أو حوار أو نقاش حاد جدا وممكن تفقد حبيب بالفترة هاي أو يصير خلاف حاد جدا وكبير ما بينك وبين حبيب الحضوض ما بتدعمك نهائيا بالفترة هاي حاول إنك ما تبالغ بحضوضك بنزواتك بخروجاتك بالترفيه لأنه شوي الأعين رح تكون مصلطة عليك وبرضو الانتقاد رح يكون لاذع لا إلك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على المستوى الصحي يعني نقدر نحكي إنه فيها بعض القلق فعشان هيك بدك تنتبه من أمور إلها علاقة بالوضع الصحي فعشان هيك يحاول إنك تنجز أعمالك بشكل روتيني ما ترهق حالك كثير ما تتعب حالك وبرضو ممكن يظهر عمل شوي يكون صعب بحاجة للتركيز وانتبه برضو لا أمور إلها علاقة بالصحة بعض التطورات الصحية أو التقلبات الصحية أو الوهم أو الوسواس من وضع صحي معين حاول إنك تنتبه إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبا أما بالنسبة للبيت السابع بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفي يعني ما بين الأزواج هاي فترة صعبة تقل خلالها الهموم والمسؤوليات ما بينفعك أو ما تنفعل بدناش نحكي ما بينفعك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات يعني ما بينفعك فيها برضو لا التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتظهر لك بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي أو الأموال المشتركة ممكن تفكر في دين أو في قرض أو في مساعدة أو تحسين لوضعك من جهة ما وبرضو ممكن اليوم تفتح عليك أبواب المسائلات أو الرقابة أو بعض الأشخاص يحاولوا يدققوا وراك بالوضع المالي انتبه وحاول أنك ما تضيع فلوسك حاول برضو تنتبه من النصابين بالفترة هاي وما تنجر وراع واطفك وبرضو ما تغامر بمشاريع ممكن تكون خاسرة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد وعلى مستوى المؤسسات التعليمية وعلى مستوى الامتحانات والمقابلات والمناقشات برضو على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات بتلاقي نوع من أنواع الدعم وممكن تنجز أمور كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك بدك تنتبه على وضعك على سمعتك ما تخلي حد يشكك فيها ما تخلي حد يسيء لك برضو في المقابل انتبه على عملك ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بخلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل اضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم تنشط ببعض الأمور الاجتماعية زي لقاءات أو حوارات أو ملاقات الأصدقاء أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو التواصل معهم في منهم ممكن يبادر بمساعدتك بمسألة معينة أو أشخاص تطلب منك مساعدي معينة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء جيدة أو روتينية تقريبا بس ركز على أمور العمل بشكل جيد انجز أعمالك حافظ على صحتك راجع طبيبك إن شعرت بأي شيء غير اعتيادي برضو الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا القمر تحرك الآن وصار موجود بدرجات مقابلك يعني بالبيت السادس يعني بلش يتخذ مكان مقابلة إلك الوضع رح يضعف شوي عندك أم مش إنك تحافظ على حالك حافظ على ردات فعلك على عصبيتك ما في داعي للتوتر ولا للتقلب يعني الكواكب اللي موجودة لحالها هاي بتأثر على عصبيتك وردات فعلك تشتت ذهنك السلبية أو بالتفكير أو الانفعال بالتفكير أو العصبية وبرضو هاي زوايا كلها بتتشكل مع المريخ معناته في أحداث أو تطورات سريعة بتيجي بشكل مفاجئ عليك فممكن إنها تضغطك أو تخليك تتخذ قرارات شوية تكون متسرعة ركز بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي على المستوى المالي ممكن تحدث بعض التغييرات خلال هذا اليوم ممكن من عمل إضافي تحصل على مال أوهبات مساعدات رواتب دعم مكافأة هدية يعني أشياء ممكن إنها تساعدك بشكل ممتاز ولكن بدك تستغلها وتحاول إنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي ضاغطة على مستوى التنقلات والحوارات فعشان يقولنا لك حاول إنك تضبط عصابك ما في داعي للعصبية ما في داعي للأوهم ما في داعي للتشتت الفكري أو الذهني بالفترة هاي ده تركز أثناء قيادة السيارة أثناء الحوارات أثناء النقاشات برضو بممكن تلاقي إنه الفكر مش مساعدك أو مش قدر تركز بشكل مزبوط فعشان هيك ممكن تكثر الأخطاء حاول إنك تركز وتبتعد عن الأوهم إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت طبعا المريخ فعشان هيك منقول للستات في البيوت وللرجال اللي بيشتغلوا في مجال النار يعني النيران أي شيء العلاقة بالنيران بدكوا تحذروا تحذروا من الإصابات تحذروا أثناء عملكم في المطبخ في أي أعمال إلها علاقة بالنيران بدكوا تكونوا حاذرين منها ومراقبين خوفا من الإصابات أو من أي أمور أخرى برضو ركزوا على أمور إلها علاقة بتسريبات الغاز في البيوت وحاولوا إنكوا تعالجوها وابتعدوا عن أي خطر برضو النقاشات الحدي والحوارات داخل البيت ممكن التور بأي لحظة ممكن يصير خلاف كبير أو جدال كبير أو نقاش حاد جدا ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي إنه فيها وما فيها يعني نقدر نحكي هي روتينية شوي ولكن بتحمل نوع من أنواع المفاجآت خلال هذا النهار ممكن تحتد أو تستاء من تصرف الحبيب أو مخالفة رأيك في مسألة معينة وممكن برضو إنك تواجه أو اتجابه ولكن بحدية وعصبية لأحد الأحبة حاول إنك تضبط عصابك قدر الإمكان ما تتدخل بشؤون ممكن إنها تسبب خلافات حادي ممكن يكون لك تعامل معين ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين طبعا إيجابي أو سلبي على الجهتين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بتكو تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارتها وتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع فهنا من قلك إن الأجواء روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين الشريك أو بينك وبين الزوج أو الزوجي خلال هذا اليوم ممكن تبادر بمصالحة أو بملاطفة أو بتحسين الأجواء ممكن رفقة أو قرار أو اتفاقية اللي عنده قضية قضائية اليوم ممكن إنه يكون نتائجها لصالحه أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا من قلك يعني بدك تركز على الأموال المشتركة لأنه ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو اهتمامات أو تحصل أموال لا إلك أو تطالب بأشياء لا إلك وتحاول أنك تستردها أهم شيء أنك تكرر المحاولة لأمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو المساعدات أو البنوك أو أمور إلها علاقة بالضريبة أو التأمين أو الميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أثناء تعاملكم مع أشخاص أجانب أو على مستوى الدراسة الجامعية أو امتحانات أو مناقشات أو مقابلات ولكن الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو مناقشة تستعد وما تعتمد على الحضوظ فيها أو إذا كان عندك أي تعاول مع مؤسساتك كبيرة حاول أنك تكون جاهز بأوراقك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا نقول لك الشوي يعني بيت السمعة متقلقل شوي ولكن ما في أي خطر حاول أنك تحافظ على سمعتك وحاول أنك أنت تنتبه أثناء تعاملك مع زملائك ورؤسائك بالعمل ما في داعي للخلافات ولا للنقاشات ولا للحوارات ولا لدخول أشياء فيها نوع من أنواع المجازفات اللي تسيء لك أو يتوجه لك انتقاد من أحدهم أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا نقول لك حاول أنك يعني تنشط اليوم اجتماعيا ممكن يكون لك بعض اللقاءات مع بعض الأصدقاء أو حوار معين ممكن تستاء من تصرف معين من صديق ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن إما خروجة لقاء دعوة حفلة مناسبة أشياء من هذا القبيل الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وبرضه بتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا نقول لك دير بالك على الوضع الصحي دير بالك على عملك دير بالك على صحة أحد الأحبة حاول أنك تكون حذر من الأشخاص اللي بتتعامل معهم لأنه ممكن تظهر الفترة هاي عدو متخفي بلباس صديق برج الدلو طبعا هنا بالنسبة لبرج الدلو اليوم تحديدا يعتبر من الأيام المميزة لإلهم لأنه القمر صار موجود بالبيت الخامس لإلهم بيت العاطفة بيت الحظ بيت الدعم فعشان هيك نفسيا اليوم بكونوا أحسن بكون مشحونين بطاقة عالية جدا شوي بدهم يركزوا يهتموا من بعض الأمور أو يهتموا ببعض الأمور بشكل إيجابي نفسيتهم بتحسن عندهم اهتمامات شخصية في حالهم كثيرة ممكن تهتموا بمظهركوا أو بلباسكوا أو بأمور العلاقة بالتجميل أو يعني اهتمامات نفسية هيك تكون مرح أو شوي هيك عندك أجواء جيدة ولكن ما تشوهها بالعصبية والحدية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض الأمور المالية اللي ممكن تظهر على الصاحة أو مصاريف أو دفعات أو التزامات أو يعني تفكر في وضع مالي معين أو حسابات معينة مستقبلية الأهم أنك ترتب الوضع المالي بشكل جيد وتحاول تبتعد عن المصاريف قدر الإمكان الأمور مش مشجعة للبذخ ولا مشجعة لصرف الفلوس بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها فيها نوع من أنواع العصبية والحدية والتوتر والتقلب بالمزاج وبرضو متسرع أو منفعل أو شوي بعندك رغبة للانطلاق والمغامرة بدك تنتبه على كل هاي المراحل ما في داعي للحدية ولا للعصبية ولا للنقاشات الحادي ولا للمشاكل في منكو اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده مراسلة مثلا بده يكون مستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وبده يركز أثناء قيادته للسيارة أو أثناء حركته خوفا من الإصابات وخوفا من الحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي أنه شوي فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب نوع من أنواع التوتر إما خلافات أو نقاشات أو حوارات أو تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة أو يظهر بعض الأشياء اللي ممكن أنها تستفزك إلها علاقة بالبيت إلها علاقة بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر عندكم التنقلات وزيارات أو الاتصالات ممكن تتحسن الأجواء نسبيا تصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر أو تظهر لك الفترة هاي لقاء طارق مع أحد الإخوة أهم مش أنك تقدم المساعدة والدعم اللازم للأشخاص اللي حواليه فترة ناجحة ومطمئنة عاطفيا وماليا زي ما حكينا أما بالنسبة للبيت السادس فهنا برضو الأجواء إيجابية وبتدعمك على مستوى الوضع الصحي على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل صحيح أنه ممكن تظهر بعض الأمور المربكة أو عمل الطراري أو شغل زيادة أو حدية في بعض المسائل ولكن عندك قدرة على إنجاز أعمالك وبرضو في نفس اللحظة الوضع الصحي مسيطر عليه ممكن إذا كان في بعض الأشخاص عندهم مراجعات أو أمور استشفائية عادية أو أدوية علاجات فحص روتيني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء طبعا مقابلك تماما هنا منحكي بيت الشراكة بتدعمك على مستوى بيت الشراكة وبتعزز من علاقتك بالشريك خلال هذا اليوم ممكن تحملك مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو ممكن توافق في مسألة معينة فكرية أو ممكن أنه شوي يعني هيك تقعدوا تراجعوا بعض النقاط أو بعض الأمور ويكون في حوار ولكن ابتعدوا عن العصبية والنقاشات الحادة طاقتك اليوم يعني شوي زيادة ولكن برضو ما تضعفها بالعصبية لأنه من طبعك أنت مشحون بالعصبية اليوم اللي عنده معاملات أو عنده أمور قانونية أو محاكم بده يركز بشكل جيد ما يهمل لا صغيرة ولا كبيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي بتحرك في هذا المضمار يعني على حسب طبيعتكم تهتموا في البنوك والضريبة والتأمين وأمور الديون وأمور إلها علاقة بالمساعدات ولكن أهم شيء أنك ما تورط حالك بمشاريع بدون دراستها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات البعيدة أو رغبة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك برضو بتحملك بعض الأشياء الإيجابية اللي لها علاقة بالامتحانات أو المؤسسات التعليمية اللي ممكن اليوم يكون عندك مقابلة أو نشاط أو اجتماع أو امتحان أما بالنسبة للبيت العاشر فمنحكيه روتيني بأرضو ما فيه أي شيء على مستوى بيت السمعة ولكن العصبي ممكن تدفعك للتهور في بعض المسائل حافظ على سمعتك وعلى إنجازاتك القائمة وحاول أنك تكون يعني مرن أثناء تعاملك مع زملائك وروساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو خروج معينة ممكن تسعد من اتصال معين أو يجيك معلومة يعني كان صعب أنها تجيك بالأيام العادية أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا من قلك يعني بدك تنتبه بشكل كبير على بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بالعمل فممكن تظهر بعض الأعمال بشكل مفاجئ أو تتوتر مسألة إلها علاقة بالعمل حاول إنك ما تخلي أعمالك تتراكم إنجز اللي بتقدر عليه وبرضو ما تدخل بأي خلافات مع زملائك أو رؤساك بالعمل وفي المقابل بدك تهتم بصحتك إذا شعرت بأي شيء غير اعتياد يحاول إنك تراجع طبيبك وبرضو ممكن تظهر الفترة هاي مرحلة من القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا وضع القمر الآن مش مناسب لإلك لأنه هنا بشكل زاوية تربيع مع برجك البيت الرابع فعشان هيك شوي بتحس إنه في نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو العصبية أو الحدية عندك في بعض الأوقات بتحس حالك هيك شوي حاب تنعزل عن الناس حاب إنك تكون لحالك حاب تبعد عن الأضواء شيئا ما يعني الأجواء ما بتساعدك بشكل كبير على المستوى النفسي ولكن إشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول إنك تخرج بتلاقي الأجواء بتساعدك حاول إنك تهتم بنفسك شوي زيادة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بنقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع العصبية أو الانفعال أو التوتر على المستوى المالي فممكن تظهر بعض المسائل أو ترتبك أنت وانت بتخطط لمسألة مالية أو تفكر في مسألة مستقبلية أو وضع مالي شوي يظهر على الساحة يخليك هيك ترتبك إما خسارة فلوس أو ضياع فلوس أو مشاريع فاشلة دخلت فيها وورطت حالك فيها ومش عالك كيف تخرج منها حاول تركز بشكل جيد وابتعد عن المصاريف الزائدي مهما كانت الظروف بالفترة هي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني تحملك نوع من أنواع النقاشات والحوارات اللي ممكن تكون عصبية أثناء تنقلاتك ممكن تتوتر ممكن تصير بعض الخلافات بشكل مفاجئ انتبه أثناء قيادتك للسيارة برضو أثناء الامتحانات أو إذا عندك مناقشة معينة حاول تكون مستعد ما ترتجل وما تحاول أنك تتصرف كأنه يعني عارف المعلومة لا اليعيون راح تكون مفتحة عليك بشكل كبير خلال الفترة هاي وزي ما حكينا احذر أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا هنا بنحكي عن بيتك الرابع بيت البيت فبتنهمك بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش أنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بنقول لك الأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني مهما كان برضو الأجواء مش مساعدة ولكن عاطفيا أنت جياش العاطفي عندك عندك حب للخروج لا المرح لا النزهة لا تغيير الجو أو لا أشياء لها علاقة بالحبيب أو التواصل مع الحبيب أو مع أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين إجمالا عاطفيا جيد الأمور أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأجواء ضاغطة على المستوى الصحي يعني لسه الأجواء فيها نوع صحيح فيها إيجابية بلشت الأجواء تتحسن أو طلعنا من مراحل الارتباك العالي من الوضع الصحي ولكن أنه القادم أفضل خصوصا لما عطارد برضو يرجع لحركته السعيدة جدا ومع وجود الشمس وتحركها ممكن شوي تشعر بنوع من أنواع الارتياح ولكن حاول أنك تظلك محافظ على صحتك وعلى أدويتك على علاجاتك وما تهمل وضع صحي طارئ يعني ما تتطمن كثير يعني بدك تظلك مراقب أنت في مرحلة رقابة صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ابتتعاملوا مع الشركاء بشكل روتيني بدون هالحرارة الكثيرة بدون هالإنفعال الكثير يعني الروتين هو الروتين ابتتعاملوا على حسب طبيعتكم إذا كان في أمور العلاقة بقضايا قضائية حاولوا أنكم تهتموا فيها وما تهملوها لأن الأجواء ممكن تنعكس سلبا عليكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم تظهر لك بعض المفاجآت على مستوى الأموال المشتركة إما تحصيل وضع مالي معين أو دعم معين أو اهتمام بمسألة معينة إلها علاقة بقرض أو دين أو سداد بعض المستحقات اللي إلك أو مواضيع إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى تواصلك واتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع الأجانب أو حتى امتحاناتك الجامعية أو مناقشاتك أو مقابلاتك إلى أهم ما تعتمد على الحظوظ تستعد وتدرس عشان تكون النتائج إيجابي بالنسبة لي لك في منكو رح ينشغل ببعض الأوراق والمعاملات القانونية أو التعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأجواء جيدة يعني بتساعدك في بعض الأشياء وتكون لصالحك أهم مش إنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين برضو ما تدخل بأي حوارات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول إنك تنظم أعمالك وتحافظ على سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الحدية واليوم بتزيد أكثر وخصوصا استياء أو مواجهة أو مكاشفة ما بينك وبين صديق يعني أنت شوي هيك مفقوع منه طاقق منه نرفز منه محتد منه فاليوم ممكن أنه شوي تطلع الأمور عن طور السيطرة أو ما تقدر تسيطر على حالك أكثر حاول إنه قدر الإمكان إنه يعني تنهيها بدون مشاكل كبيرة وبدون ما تدخل بجدالات وسجالات رايحة جاية يعني شوي الأمور بدها عقلانية أكثر يعني جزء ثاني ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن يكون لك لقاء مع بعض الأشخاص ممكن اجتماعيا أو لقاء ودي أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي روتينية ما فيها أي شيء أهم إش إنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم اهتم لصحتك بنرجع منذكر فيها كمان مرة وبرضو في نفس اللحظة بدك تهتم بصحة أحد الأحبة وما تهمل زيارة مريض خلال هذا اليوم إن وجد هذا الأمر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء